السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم في قناة سهلا كاناري. اذا كما وعدتكم اليوم جيتكم بالبرنامج اللي تلكنتو طلبتوني عليه. اللي هو البرنامج اللي راح يصير عليه العصافير تحكم في مرحلة غيار الريش. اذا كما علاب لكم مرحلة غيار الريش كما قلت لكم في الفيديو اللي فات. اه مرحلة غيار الريش هي مرحلة حساسة جدا لدى العصافير. واذا اخذناها بعين الاحتبار العصفور تحكم راح يكون سليم مئة بالمئة ومرحلة التزاوج راح كذلك تنجحوا فيها. اذا البرنامج هدايا اللي درته لكم يعني تصيروا عليه كامل يعني المرحلة كاملتها غيار الريش. نبدو اذا بيوم السبت. عندنا الباتي. عندنا الماء. عندنا الدوش. وعندنا تنظيف الاقفاص. تنظيف الاقفاص يعني كنقول تنظيف الاقفاص راح يكون فيه كذلك المعالف وكذلك المشربية. اللي ما راح نستعمل الكالسيوم. وهو من عند انيماكسي. اللي ما عندوش يقدر يستعمل الكالسيوم كما لي عندكم في الدار ما فين تخدموا به. لاباتي راح لكم فيديو اللي راح تشوفوا لاباتي تاع الحسون وتاع الكناري. راح نخدم لكم من فيديو تشوفوا فيها كامل وش راح ندير فيها المكونات لاباتي اللي راح نخدم بها. عندنا يوم الاحد راح نستعمل فيه خضر او فواكه يعني. يا اما ناخد خضر يا اما فواكه ما نقدرش ناخدهم في زوج وناخد يعني كمية صغيرة جدا. وعندنا كذلك نستعمل الماء. الماء انا ما نستعملش المتع الحنفية لانه المتع الحنفية لابلكم فيه بزاف الكلوغ راح يضر العصاف يرتاحكم. انا نستعمل الماء المعدني وعندنا كذلك يوم الاثنين نستعمل بذور مستنبتة. البذور مستنبتة كذلك بعد نزيد نوري لكم كيفاش نخدم هاد البذور المستنبتة. عندنا الماء في المشربية. المشربية تاعو لازم يكون ماء تاعو كذلك نعود لكم ماء معدني. وعندنا كذلك الدوش لازم العصفور عندنا يوم الثلاثاء. عندنا خضر او فواكه. عندنا الماء فيه الكالسيوم. الكالسيوم كيما قلت لكم نستعمل هادا كالكالسيوم بتاع انيماكسي. عندنا يوم الاربعاء نستعمل ربع بيضة. انا هادا ربع بيضة نولف الانات اللي حسون اللي ما ما يكلوش البيض. ولا ما يكلوش لاباتين ولفلهم من ضرق يعني من غيار ريش وهو ما يتعلموا يكلوا لي لاباتين والصفر البيض حتى وقت التزاوج باش هكدا يكونوا مشحمين كيما نقولو مشحمين ويقدروا من بعد يوكلوا ولادهم. لما وش راح نستعمل نستعمل لكولين. اذا لكولين هادي انا نستعمل ديركتما نستعمل كدلك هاد الفيتامينات من عند انيماكسي. تاع الكابت. هاد المكوين هادا تاع الكابت. وش فيه? فيه الفيتامين بي سيس. فيه البي دوس. كدلك فيه محفز للكابت كيلوي يعني فيه الكولين وفيه سوبيتول. هاد المكونات هادي هي اللي راح تساعد تطير. بش مي مرتش بالآة بتضخم الكابت هاكده بش ننن نفيتولو كامل هدك المرت على الكابت. يجينا كدلك فيه في يوم الخميس. يوم الخميس راح نستعمل خدر او فواكه. عندنا ما عادي لما ندره لهم كيما قد الجم مع دانين. حطه لهم النشرب والازم لما يكون مقي الدوش. عندهم تاني لدوش. لازم الطهير على بلكم كيكون يدخل في سقاط لازم له لادوش باش ينحي هادك كامل هادوك لبلوم هادوك ليكونوا يطحولو وينقي لبلوم تاعو والريش تاعو هادك جديد نعاونوه باش يخرج عنا يوم الجمعة عنا بذور مستنبطة وعندنا خلط فاح يبقى لي عندنا كي يبدأوا تشوفوا العصافير تحكم بتدخل في سقاط تشوفوا الريش يعني في الفعل الارضية لازم عليكم تستعملوا فيتامينات اخرى ليحتاج هادطير لسقاط أنا عن نفسي عندي دايما نقول لكم نخدم بتاع انيماكسي نستعمل عندي تاع غيار ريش من عند انيماكسي كذلك وش فيه فيه مكونات يعني اللي يحتاج هادطير في هاد المرحلة هاد الحساسة فيه الفيتامين اضي 3 او فيه الفيتامين اش والبي سيس والبي او فيه احماض امنية فيه كالسيوم مانيزيوم فيه سوربيتول اللي بتتخلف الغيار ريش وش رح تديرو نها اللي كن تسمى عندكم هاد البروغرام هدايا يعني تبعوه تاع السقاط هدايا تمدولو العصفور تحكم من هاد اله هاد الفيتامينات هادي تمدوها لمدة ست ايام حتى العاشر ايام من بعد نعاودو نرجعو هاد البرنامج هادة يعني هاد الفيتامينات هادي نعاودو نرجعوها لهم بعد خمس ايام وفي هادك الخمس ايام هادك اللي نحبسوها رح نعاودو نولو البرنامج اللي مددولكم وتمدولهم على حساب وش كان عندكم فوق هادك البرنامج ايدا كما قلت لكم هاد المرحلة هادي اذا كان الغيار ريش يعني اذا احتنينا بالعصفير تعنا بعناية سليمة راح يكون تجهيز ساهل لنا وتشوفوا يعني النتيجة راح تكون مية بالمية وراح انتم راح تقولوا كيفاش راح يعني كيفاش جهزوا بهاد الطريقة هادي وبهاد السرعة هادي ايدا هكدا عنا كذلك راح نمدلكم في الفيديو المقبل كذلك كين حاجح دخرة لازم نوريها لكم اللي هي خاصة لهذا يخص المقنين راح نوري لكم كيفاش نخدم بتراب النمل وتراب النمل عبلكم اللي هو اللي راح يخلي لتنحايا هادي كتا المقنين تكون بهدك الاحمر القاتم هدك التراب هادك راح نخلط له عندي حاجات واحدة خلين نخلطها له راح نوريها لكم في نديلكم فيديو يعني ونفهمكم مليح وش فيه كذلك عندنا قلت لكم المتع الواد وعلش ناخدو المتع الواد وإلا كذلك يعني كيتشوفوا العصفور برا وش يحي يشرب يشرب المتع الواديان وما يصرع الواد نحافظوا على هادك البياش تاعو هكذا علاش باش نتفادوا كذلك لاميجا باكتيري عندنا كذلك لقلت لكم على الخدار والفواكه يعني قلت لكم ما نكتروش منها بزاف نخيروا عندنا الخيار عندنا السلق عندنا البروكولي عندنا التفاح الحار هذا كامل يعني ناخدو كمية صغيرة برك ونندوها للعصفير تاعنا عندنا كذلك يتشوفوا العصفير تاعكم دخلوا تاني للسقط عندنا لازم نقي ومليحوا تلكم الاقفاص حلاش لخطر عندنا المشكلة تاع القملة مشكلة تاع هذا القملة هذا لازم نداوي والعصفير تاعنا انا كذلك كما شفتو في الفيديوهات اللي سبقت نستعمل كذلك هاداك البخاخ تاع الفاش من عند انيماكسي هاداك تاني ما يخطينيش لازم نخدم به عندنا الحبوب ليأكلها الطير عندنا نبدلكم بالكاناغي الكاناغي ناخدوه على بلكم في فصل الشتاء نكونون الحبوب تكون شوية سوداء باش العصفور ما يمردش يعني هاديك الحبوب يلي هتخليلو لدرجة الحرارة تاع دي اسم تاعو تكون يعني يتحمل بورودة ويتحمل اذا تكون شوية سوداء كي الحق الصيف وش نديرو ننقصو لها اذا احنا ما نقدروش ننقصو في وقت يعني تزاوج احنا نستنو في غيار ريش غيار ريش وش رح نديرو راح ننقصولو نديرو مقدارين تاع الحبوب تاع الكناغي ولا تاع الحسون نديرو باركزمبل كيما انا يناخد عندي ندير زوج كيلات تاع الكيكي معاه كيلات تاع براقة وكذلك عندي تاع المقنين تاع لتخون دو غران ندير ميكيالين يعني زوج دو مزور تاع لتخون دو غران هديك تاع المقنين نزيد لها مقدار تاع البراقة هكذا باش نتفادوا كامل للمشاكل تاع الكبد اذا بهذا نزيد نقول لكم في الفيديو القادم ان شاء الله راح نديلكم فيديو اخر راح نتكلم لكم كيفاش راح نقص لساعات الاضاءة هكذا باش نعاونوا لطير تاعنا على بلكم بالطير كي يكون في يدخل في غيار ريش لازم له الراحة التامة لازم من تعبوش كي يكمل غيار ريش راح يدخل في فترة الراحة من بعد هذا الوقت راح نتكلم لكم على فترة الراحة واش نازم نديرو اذا بهذا نقول لكم في رعاية الله وحفظه والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته